اشتركوا في القناة 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 للشلالات وفيها صعوبة ترى نعم جدا تحب تغامر يعني تروح أماكن مثلا مرتفعات تروح بلاد أخرى عشان تصور هذه الأشياء نعم الصور هذه خفتنا في نروج شهر ثلاث الماضي وكانت الحرارة ووصلت عندنا سنة العشرين كان يعني فيه صعوبة كبيرة في التنقلات والمشي لكن الواحد ينسى التعب في حال نحصل صور جميلة نروج بعد جميلة حتى في طبيعتها يعني جدا ملفتة صحيح جدا ماذا عن الصحراء يعني ابن الإمارات معروف بأن ابن الصحراء يعني أو الساحل حتى في نفس الوقت وبالتالي أيضا لها مناظر معينة إذا ما جمعت بين ألوان الصحراء وألوان مثلا الجمال اللي هي تتماشي فيها فهذه الصور هل كان لها نصيب من عندك؟ نعم في ليوة في ليوة رحت مرتين لليوة الحمد لله طلعت تقريبا خمسة أعمال يعني مرضية لي ما شاء الله الأعمال جمعت بين شو؟ بين رمال الليوة والجمال نعم حياة البادية وحياة القدماء هذين تشارك أحمد في معارض في الدولة أو خارجها أو تفكر حتى أنك تسوي معرض حقك؟ نعم أفكر لكن شارك تقريبا في معرضين نعم لكن أفكر إن شاء الله بعدما أسافر أكثر وأجمع أعمال أكثر أفتح لي معرض خاص فيني طيب الآن أنت تعتمد على الكاميرا نعم هل حاولت أنك تصوير الجوي من خلال برون أو لا؟ لكن أنا أفكر أتخاف الموضوع لكن كثير ما يقولون للشباب يعني أنه ممنوع هنا وفي صعوبة لا فالصحراء ما أحد يجيك مرأة الصحراء كان وحد صراحة ما أحد يجيك اللي تقدر يتصور فيه أكيد طيب الكاميرا اللي استخدمها شو؟ خلنا الجمهور بعد يعرف عن تفاصيل التصوير من خلالها اللي استخدمها كانون 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 5D 5D جميل طيب إذا نتكلم يعني عن ناس مبتدئة يعني أنا مثلاً وحدة حابة تصوير ويد لكن بعدني عن التليفونات وأبا يعني أدخل مجال التصوير يمكن كهاوية فشو تنصحني في البدايات أو مثل ما أنت تسويتي يعني كيف في البدايات تسمح لي أقدم لها النصيحة أنا أول قولي عبد الله هناك كاميرا صغيرة تضربينها وتنزل الصورة مرة من تحت الفورية هاي الفورية تسمين شيء عقب تشوفين الصورة تقولين أكمل ولا ما أكمل أكيد نصيحة عندك فعلاً في كاميرات مش يعني الرخيصة مش الغالية هذه لكن تفهي بالغرض مش محترفين يعني كاميرا عادية أيوة يعني تفهي بالغرض مثلاً الحق اليوميات حق بعض الصور التوثيقية يعني أما مثلاً في حال أن الشخص تطور أكثر وأكثر فراح ينجبر أن يأخذ كاميرا قوية أكيد أهم عنصر في التصوير شوني قدر نقول الضوء الضوء يعني إذا أنت فهمت الضوء قدرت أنك تحصل على صورة من خلال فهمك للضوء فهمك للعدسة التي تستخدمينها أنا في السلفي ما لي دايماً أدور وين الضوء عشان أساوي السلفي هاي صح أنا بدون الضوء خلاص ما نقدر أكيد طيب فأهمية الضوء احنا قلنا في النهار في إضاءة ماذا عن التصوير الليلية مثلاً أو تصوير في مكان مثل هذا ما شاء الله عندك القدرة على تشكيل الإضاءة المناسبة لأنك تأخذ مثلاً لهذه يعتبرها يتحفى أخذ الصورة لها أو هاش لكن تضطر أنك تصورها بفلاش تصورها بفلاش في حال المكان المظلم وفي شيء اسمه في الكاميرا اسمه أيزو هذا الترفع يعطيك إضاءة من داخل الكاميرا نفسها لكن ما يعطيك الكواليتي جيد لأن الكاميرا ما تقدر تشوف فممكن تشتعين ببعض الكشفات الصغيرة تعطي شوي إضاءة تشكل المجال صحيح هذه لأنها بروحها فيها عالم آخر وهذا بختلف عن مجالة كبير الفلاشات هذه شو رانك أحمد في الورش للتدريب وتعليم التصوير هل دخلتها قبل أو حتى تنصح بهالناس بأن يدخلون يبتدون فيها؟ نعم المبدأين جدا مهمة جدا خاصة الاحتكاك بالمصورين واللي فاهمين واللي عندهم خبرات أكثر هذه اللي راح تطورهم أكثر من أن يشوفون اليوتيوب أكثر من مثلا صحيح كثير ناس تحب اليوتيوب تطالع يعني نعم لكن اليوتيوب هم يتعلمون الأشياء التي موجودة في اليوتيوب بناء على تعليمات الأشخاص التي يعملون فيها تأسيس ايه هو اعتقد اليوتيوب يمكن مجال واسع إذا لم تحصلت على الفيديوهات المناسبة واستثمرتها هو على الأقل أنت بتروح الورشة جاهز عندك معلومات عندك قدرة على كيف الستنج مالك مع الكاميرا كيف الإعدادات كيف أنك تجاهزها شو العدسات وشو استخداماتها عقب يوم في الورشة والتطبيق بيكون إمكانياتك كبيرة جدا صحيح النصيحة الأولى اللي تقولها لكل من يصور ويستخدم كاميرات ذات جودة عالية ولكن لم يصل إلى الاحتراف شو ممكن تقولها؟ اجتهد أنه يجتهد ويعني كثر ما يقدر يأخذ المعلومة من أي شخص يأخذها أصحاب الخبرة والورش ويحتكب المصورين من كل النواحي خبر الله علومة إن شاء الله وراح يوصل أكيد إحنا حميد حابين نشكرك على تواجدك اليوم معنا شرفتنا ونورتنا نورتنا الله يبارد فيكم والله يحفظكم الله يسرحكم إذن مشاهدينا فاصل اكسي وراجعي لكم تابعونا اشتركوا في القناة